اجتمع سعدة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع معالي السيد روبرتو ألفاريز وزير خارجية جمهورية الدومنيكان وذلك بمناسبة عقادة أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونماء مستمرين على كافة الأصعدة كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين